موسيقى أهلا فيك عزيز المستمع ولقاء جديد من برنامجك الإسبوعي أتلانتس تحدثنا عن أربع أنواع من الحريات تكلمنا عن الحرية الفكرية والحرية المالية والحرية الاجتماعية واللقاء الماضي تحدثنا فيه عن الحرية العلمية اليوم سنتحدث عن حرية المعتقد هذه مسألة حساسة جدا لأنها تسببت في مشاكل كثيرة جدا عبر التاريخ وتمت فيها انحرافات كثيرة فذلك من الضروري تبيين هذه المسألة ونتناولها من أربع محاور المسألة الأولى هي حرية الفرد في الاختيار يعني أن الفرد له الحق في الاختيار المعتقد الذي يريده طبعا نحن نطلق كلمة معتقد على معتقد ديني عندنا في المنطقة هنا في العالم ما يفرقون بين هذه المسألة يسمونها قناعات وذلك أنا أستخدم كلمة قناعات أتجنب كلمة المعتقد أو العقيدة لأنها تلقائي عندنا برمجة عليها إذا تلاحظوا أنا كثير ما أستخدم مصطلحات مختلفة تجنبا لاستخدام المصطلحات الشائعة لأن المصطلحات الشائعة فيها برمجة فبدالما أقول عقيدة وأقول اعتقاد أقول قناعات لأن القناعات تشمل أي شيء أنا ممكن عندي قناعة عن موضوع كيف أسوق السيارة أو قناعة عن النجاح مثلا أو قناعة عن السعادة هذه قناعات بس هي أيضا اعتقادات يعني الفكرة نفسها بس تجنبا لاستخدام الكلمة حتى لا يساء فيها وتدخل في الآن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الأوقات والمال فمسألة المعتقد هي حرية في 1966 الأمم المتحدة أصدرت قوانين في هذه المسألة واليوم كل الدول بما فيها الدول العربية وافقت على هذا المبدأ وقانون سمته مبدأ الحريات المدنية والسياسية في مادة 18 نصت على أن الحرية للشخص في أنه يختار دين أو يترك دين أو يغير معتقده أو طائفته أو لا يتبنى أي دين هذه كلها من ضمن حريات البشر وصلنا لها اليوم وصلنا إلى هذا المستوى يعني في إعطاء الحريات للبشر فالمحور الأول هو يتحدث عن حرية المعتقد أنت كيفك أنت تبنى ما تريد من المعتقد وأنت اللي راح تدفع ثمن هذا الموضوع إيجابا أو سلبا لعليك أنك أنت تبحث عن الحقيقة وتجد في كل شيء سواء كان في الحقيقة الدينية أو في الحقائق الحياتية يجب عليك أنك أنت اللي تتحمل هذه المسؤولية وما في أحد يتحمل مسؤولية هذه غيرك وما في أحد يمتلك حق في تغييرها عليك أنت الوعيد الذي تمتلك هذا الحق هذا مبدأ وصلنا له اليوم واتفقنا عليه وما يحق لإنسان أنه يسأل إنسان آخر أنت شنو معتقدك وشنو طائفتك إلا إذا كانت بينهم ميانة مثلا أنت تعتقد شام واحد سألني في تويتر أنت تبنيت الإلحاد ولا أنت شيعي ولا سني يعني اشتخل دينك في ديني واشتخل فكرك في فكري يعني لو كان شخص يمون علي ممكن والله يسألني يقولي والله أنت مسلم ولا أمو مسلم طيب أنت سني ولا شيعي طيب أنت سلفي ولا أشعري طيب يعني ما يمكن هو جاوبة يعني لكن شخصتي تسألة مني والطريج أصلا هو حتى ما هو جيد وضع هذه المسألة في يعني أوراق رسمية يعني في الكويت مثلا ما يكتبون في الجواز ديانتا مسلم ولا بالهوية مثلا يكتبون ديانتا مسلم لأن الدولة قائمة على قانون مدني ما يصير أنك أنت تعلن للناس إيش اعتقاده وفكرة ودينه وطائفته ما عليك مني إذا أنا مسلم ولا أمو مسلم ولا سني ولا شيعي ولا ما لا علاقة فلك إذا شيء يحتاج إثبات يثبت في أوراق أخرى ولا كذا والأصل في المعتقد أنك ما تقدر تثبتها أصلا يعني ممكن واحد يكون بين مسيحيين يروح معاهم الكنيسة يعني يرجع بيتهم يصلي صلوات المسلمين وممكن يكون بين مسلمين يصلي معاهم وكذا بسوا مسيحي ما تبنى الأسلام ما تستطيع تكشف معتقد فيذلك فرض المعتقد ما هو مبدأ صحيح وهذا ينتكلم عنه في المحور الثاني وهو تحت عنوان أن المعتقد خيار الآخرين يعني شنو خيار الآخرين نفس المادة 18 من القانون اللي صدر في الأمم المتحدة أو البيان اللي اتفقوا عليه هو بأن الإنسان يحق له أن يغير دينه أو طائفته كيف من حق أن يغير دينه أو غير طائفته أو اللا يتبع دينا وكذلك له الحق في ممارسة طقوسة وأنا أضيف عليها كذلك له الحق في ممارسة دعوته أو تبشيره فهذه أربع مسائل مسائل أولى أنه يعني حق له أنه يغير طائفته أو يغير دينه أو حتى ما يتبع دين طب وين حكم الردة وكذا في الإسلام ما في حكم الردة في الإسلام القرآن الكريم واضح ليس عليك هداهم إنك لا تهدي من أحببت لست عليهم بمسيطر أفأنت تكره الناس أن يكونوا مؤمنين فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باقع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولو شاء ربك لجعلكم أمة واحدة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمْ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ كلها آيات أصلا تنبه النبي إلى أنه يتبع شيء غير هذا لكم دينكم ولي دين فالأصل في الإسلام أن الناس تحت الخيار منين يانا حكم الردة؟ جاء سياسيا يعني مثل حادثة ثورة الإيرانية لما حصلت الثورة الإسلامية في إيران صدرت فتاوى بأنه لا تجوز توبة التائبين يعني اللي هم سماهم خوانة والمرتدين ما تجوز ليش؟ لأنهم كانوا منهم كانوا أتباع الشاه وكانوا يحاربون للشاه وكانوا انضموا إلى مجاهدي خلق فصدر فتوى عشان يتجنبهم ويدخلوا البلاد ويشكلوا معارضة فهي فتوى سياسية ما علاقة بالدين؟ شون ما تقبل توبة واحد؟ شون بالله يعني واحد تاب شون ما تقبل توبته؟ بس هي فتوى سياسية مثل في السابق فصدرت فتاوى في الدولة الأموية وتعززت في الدولة العباسية شون نقتل هذول المعارضين؟ شون نقتل الناس؟ طلعنا لهم فتوى في الردة نش تهمها بالزندقة نتهمها بمعرف شيء شون ما من نطلع في فتوى وبالتالي يحل الدولة الآن أن هي تقتله أو تتخلص منه أو تنفيه فهي فتاوى سياسية وإلا في ناس على أيام النبي تخرجوا من الدين وفي شخص راح والتقى مع والي الروم ورجع مرة ثانية وما قتل وفي شخص راح التقى مع الكفار واخبرهم بأسرار وما قتل وفي منافق كبير أصلا يقول لا يخرجنا الأعز منها الأذل يعني أنا الأعز والنبي الأذل وأنا حوقف لك أصلا صورة سمها كلها اسمها صورة المنافقين فذول كفار واضحين وفي ناس أعلنوا ردتهم وفي ناس ما أعلنوا بس معروفين والناس كلهم عارفين عنهم ومع ذلك ما قتل أحد لا على زمن النبي ولا حكم عليه بالردة ولا على زمن أبي بكر ولا على زمن عمر أبدا لما صارت خلافات سياسية بدت هاي الفتاوى هذا الحكم حكم جاهلي صدر في صلح الحديبية اكتبوا قريش في الصحيفة بأنه إذا كان واحد من المسلمين رجع عن دينه خلاص يحق لأنه يرجع لنا بس إذا واحد مننا صار مسلم ما يصير ما يصير تأخذون أنتو حتى درجة حكم ظالم حتى عمر قال لما نعطي الدنيا في ديننا ليش يعني يعني حاملونا بالمثل يعني يقولون مثلا لي بيسلم يسلم أهلا وسهلا ولي بيسلم أهلا وسهلا يرجع لها هذا الأنصاف أو يبقى يقول ما نقبل أي أحد يغير دينه هم بعد يعني نوعا ما نوع ظلم صحيح لكن على علاقة الأنصاف الفئتين لكن هما لا حطوا هذا القانون الجاهلي اللي هو قانون الردة هذا قانون جاهلي وهو قانون صليبي لأنه كان يعمل لما تسلطت الصليبية على رقاب العباد فرضوا هذا القانون كان يبحثون في بيوت الناس إذا وجدوهم عرفوهم منهم مسلمين فعلى طول شون يعرفونه منه فيه حمام عندهم لأنه يتوضون ويغسلون وكذلك يعرفونهم مسلمين فيا يقتلونهم يا ينفونهم يا يغير دينه على طول فهذا حكم صليبي حكم جاهلي لكنها ما هو حكم الإسلام أبدا ولا يخالف الآيات القرآنية وصراحة الآيات القرآنية لا إكراها في الدين ليس عليك هداهم لكم دينكم وليدين مستحيل هذا يخالف النصوص القرآنية الواضحة الصريحة غير قابلة للتأويل فذلك هم مو من الإسلام يعني هذا الحكم حكم مخالف صراحة مخالف للقرآن الكريم والمسلمين ما كانوا يقتلون المرتدين ولا ينفونهم ولا كذا كان يردون عليهم يتكلموا لكن ما كانوا أبدا يمارسون هذا الشيء جاء كحكم سياسي وليس حكم ديني مثل كثير من الأمور اللي حصلت بعد الإسلام ما أنزل الله بها من سلطان مصليات النساء شنو مصليات النساء من هالبدعة اللي جت وكذا وتعززت عند الناس حتى في الكويت الدولة المدنية مصليات النساء عيب شنو منين جبت هذه المسألة كنا عزلت الناس حطيتهم في طوفة مناك وحطيتهم كه على أيام النبي كان يصلون في نفس المسجد هذا يصلون كه الاختلاط الحديث كلها تتحدث عن اختلاط رجال ونساء في الأسواق وفي البيوت ودخلتهم مسلمة فدخلت ضيف وأطفألوا وقاعدين بالظلمة فأطفألت فسقتهم من الأكل وعطتهم من معرف وميرون طول الوقت يرون ولا يبصرون ما يبصرون صدروا فتاوى في الاختلاط صدروا فتاوى فتاوى منع المرأة من القيادة وكانت تقود حمير وتقود حصن وتقود جمال وبعارين وتقود كذا هذه كلها يعني شوف الإسلام اليوم ما لا علاقة في الإسلام السابق تغير مع الزمن ذاكرة الإسلام ليست هي الإسلام الحقيقي ستجد تقريبا 90% مما يطبقه من يزعمون الإسلام مو اللي ما يزعمون الإسلام ما يزعمون الإسلام يطبقون الإسلام غالبيتهم اليوم الإسلام وين تلقاه تلقاه في أوروبا تلقاه في بريطانيا تلقاه في إيرلندا تلقاه في النرويج تلقاه في الدنيمارك تلقاه في هولندا تلقاه في ألمانيا هذا الإسلام يطبق النظام الاحترام القيم طبعا ما معنات أنه كلهم يطبقون الإسلام لكن أنت تشوف الإسلام عايش بينهم موجود بس انت تشوف اسلام اليوم عند المسلمين لا اخلاق لا تعامل لا قيم لا مبادئ تغيرت ما يعطون الناس حقوقها ما عندهم حريات البشر ما عندهم حريات لو يغير دينه لو يغير كذا يتساببون يتشاتمون لا يحترم الشيعي السني لا يحترم السني الشيعي ما يحترمون غير المسلم يدعون عليهم طوال وقت هذا ما لا علاقة في الاسلام هذا دين مختلف تماما الاسلام جاء فاعطى البشرية هدايا عظيمة في الفكر طور الفكر البشري اليوم المسلمين هم عائق على الفكر البشري هم عالى على الفكر البشري اليوم بالذات كل ما اكثر الشخص تدينا كل ما اساء الى البشرية اكثر لانه هو التدين ما لا مش تدين الاسلام ما لا علاقة هو تدين فكر برمجي يتبنى ما لا علاقة في الاسلام الاصل هذه مسألة في قائلة الأهمية لكن ما على أيام زالت فصار الدين فرض صار الدين إجبار صار الدين مختصب مختصب للفكر مختصب للأخلاق مختصب للحقوق مختصب للقيم فصارت تنشأ دول باسم داعش وللقاعدك تنتهك حرومات الناس منين جت واحد يقول لك لا داعش يتمنى ممكن يكون أمريكا أسسوها ولا غيرها بس الفكر منين جاء طيب أمريكا حطوا الفكر هذا هذا الفكر موجود مكتوب مدون يتناول على المنابر يعني ما قالوا ينص الدستور الأمريكي مادة 62 ما قالوا شيء يقولون يقول العالم الفلاني كذا يقول الشيخ الفلاني كذا يبون حديث ويبون لك تفسيرة منك هم يقولون نصوص موجودة عندنا بنوا عليها دينهم هذول اللي اليوم لو حكموا المسلمين أكثر ناس سيتضرر منه المسلمون نفسهم فلذلك الخيار يجب أن يكون مفتوح لأن الأصل اللي عنده الحقيقة ما يخاف يعني اللي عنده فكر سليم ما يخاف يقول يا جماعة بالعكس ناقشوا فكري والله إذا تقدرون تقنعوني بحقيق غيرها الحقيقة أنا مستعد قل يا أهل الكتاب تحالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وجادلهم بالتي هي أحسن شونا جادلهم إذا هم موافقيني ما سروا ممخالفيني صح ولا لا فقال ناقشهم يعني القصد في الجدال في القرآن هنا هو البحث العلمي هو النقاش الحكيم مو الخلاف اللي صاير بين الناس يقول على قولة شوقي إلى ما هذا الخلف بينكم إلى ما وفيما هذه الضجة الكبرى علامة وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصامة لكن المقصود فيه حوار نقاش جدل علمي مثمر ماكو بحث علمي إلا فيه جدل صح ولا لا أي بحث علمي لازم فيه جدل فيه شي اسمه discussion تقعد تسوي رسالة علمية ولا قعد تسوي بحث علمي يبتول شي الhypothesis maltic كتبت literature review جيت بعدين عند وناقشت الميثدولوجي بعدين جيت عند شي اسمه discussion شنو ال discussion هتناقش الآن الأفكار والاعترابات وستجادل الآن تجادل وترد وتيب ردود عليك وتيب رايك وتيب اللي غلط رايك هذا الصح هذا هو بحث علمي هذا هو الجدال لازم ناسم خالفيني عشان أنا أناقشهم أحاورهم أجادلهم لكن إذا أنا أنفيهم تماما نقول والله واحد يا وقال أنا ما بي الإسلام أقول له أقصك نفس النكتة المشهورة قال بيدخل في الإسلام قال ولا والله إحنا لازم نقطعك من تحت وكذا ودير بالك تذا طلعت من الإسلام نقطع راسك بعد كذا قال داخل مقطوعة خارج مقطوعة مش هالدين هذا شيء مرعب صح ولا له من سوى الدين كذا هذا دين يخوف هذا ما لا علاقة في السلام ولا في الإسلام ولا في الحريات هذا مو مثمر للبشرية هذا مو أذي للبشرية لكن الأصل في الإسلام أنه جاء لي تحرير الناس جاء لي إعطاءها الحقوق حرر المرأة المسكينة اللي ما كانت لا تقدر تصوت ولا كانت تقدر تشارك وكانت أي أحد ينتين نهبها فجاء فجعلها امرأة محترمة مقدرة تعلم تتعلم تشارك تساهم تتاجر أعطاه هذا الحق يوم بعدين فيما ناس منعوها من التواجد في أي مكان سياسي منعوها من التواجد في الشوارع منعوها في التواجد منعوها من البيع والاختلاط إذا كان في رجال طيب يا أخي طلعي الرجال يا أخي معاجبك الاختلاط مش الرجال يا أخي قعدهم في البيت وخليهم شمعنى أنت حطيت على المرأة عندنا زحمة ما نقدر ندخل لا تخلي الرجال يسوقون خلي النساء هم اللي يسوقون معنى أنت اخترت هذا شيء لأنها متحدة لأن هذا الدين البرمج اللي تبرمج عليه هو دائما المرأة سيكند كلاس المواطن هو سيكند كلاس غير المسلم هو إنسان منحرف فهو حط هذه القواعد في الججمنت وتورطنا فيها اليوم بدأنا إحنا نعاني منها لها فلذلك حرية المعتقد للآخرين أي أنهم أحرار في أنهم يكون عندهم دينهم يكون عندهم طائفتهم يبيغير يبييتبع يبيصير مسلم أهلا وسهلا يبي يطلع من الإسلام أنت حر فالإسلام ما حينقص إذا أنت طلعت منه ولا حيزيد إذا حد انضم له لأنه هو فكر مو بناسه ولا بعدده ومن ضمن هذه الحقوق أنه يمارس طقوسه يمارس دعوته تعرف العرب اليوم بالذات والمسلمين بشكل عام عندهم فصام فصام فكري فصام سياسي تعال شوفهم في أي قضية ولا قضية يتوافقون فيها على قيمة يقولون شيء يعملون بعكسه مثل يقول أنا ما أوافق على تدخل السعودية داخل اليمن بس يوافق على تدخل إيران داخل العراق أو العكس هو ما يوافق على أن إيران تدخل في سوريا أو في العراق بس هو يوافق على أن السعودية تدخل في اليمن ما كو مبدأ هو يعني هو بالنسبة لا يرى أنه على حق ويجب أن صاف الحق وجماعة اللي أنا دافع عنه مما على الحق يقول لا بس هناك حكومة شرعية أنا قال حتى هناك حكومة شرعية في العراق حكومة شرعية بس ممكن يقولك لا هي ما حكومة شرعية كيف على مزاجها المسائل ما فيها قيمة ما فيها مبدأ تعال للمظاهرات والثورات في الثورات يقول والله أنا حق للإنسان أنه يطالب الثورة مثلا ويطلع في مظاهرات في الكويت بس هو ما يوافق على المظاهرات في البحرين هو يوافق على المظاهرات في الشرقية بس هو ما يوافق على المظاهرات في سوريا في صام ما تعرف شنو قيمتهم شنو مبدأهم ما تعرف يعني المفروض إذا كنت أنت تخالف في المظاهرات تقول مثل ما إحنا أعلننا مثلا أنا ما أرى مثلا في المظاهرات ولا في الحروب ولا في الثورات يا جماعة ما هو شيء جيد هذا الكلام حصل في الشرقية ولا حصل في البحرين ولا حصل في مصر ولا حصل في أي مكان هذا كلام ما حيأتي بثمرات ولا بالكويت ما حيأتي بثمرات طيبة هذا رأي لو واحد قال برأي ثاني واستمر عليه بصراحة هو رأيه محترم وإن كنت أنا أعتقد النتيجة غلط بس هو رأيه محترم على الأقل هذا عنده قيمة فهو يوافق على المظاهرات تكون في الكويت وتكون في البحرين يحق للشيعي في البحرين ويضار ويحق للمتدينين في الكويت أنهم يظاهرون ويحق للمصريين أنهم يظاهرون فهو عنده مبدع على الأقل مبدع غلط صح بس هو عنده مبدع يعني هو واضح هو مو في صامي هو واضح لكن إنه يقول شيء ويخالفه في دولة أخرى يوافق على تصرف هنا ويخالف بالتصرف هناك هكذا المسلمين هم اليوم يعني مثلا يجيز للمسلم أنه يبني مسجد في أوروبا بس ما يجيز له أنه يبني مثلا كنيسة في جزيرة العرب ما يجوز هذا الكرام هو يجيز لنفسه الأشياء بس ما يجيز للآخر ماكو مبدأ ماكو قيمة فالمفروض يقول والله احنا ما نسمع احنا ما نبك ولا احنا بنروح بلادكم ونبنيك دينه حق هو يرى أن دينه هو الدين الحق ويجب أن ينشره على كل الناس وكل الناس هذولا غصبا على أمهم اللي يابتهم أنهم يتقبلون هذا الدين وإذا ما يبون يقبلون هذا الدين شوفوا لا وساعاتي يقولها بتصريح يعني مثلا يقول والله عليه ثلاثة أشياء إما عليه أن يقبل الإسلام أو يدفع الجزية أو يقتل أعوذ بالله وشهدين هذا من أسس هذا المبدأ اللي هو واثق من نفسه ما يهمه يقول هذا فكري ولا هذه دعوتي ولا هذا ديني من شاء من يؤمن ومن شاء فليك القرآن واثق لما واحد يقرأ القرآن الكريم يعرف أنه هو كلام ثقة قاعد يقول للناس فمن شاع فليؤمن ومن شاع فليكفر لكم دينكم وليا دين هو يقول لا شينه من شاء سلام من شاع فليؤمن لا سلامتك هو يا أم يؤمن يا أم يدفع الجزية يا أم اقتله بسم الله هذا منع جديد دين جديد هذا ما لا علاقة في الدين الذي جاء به محمد ولا أبو بكر ولا عمر ولا بقية الخلافة ما لا علاقة هذا دين مختلف تماما 95% مما تراه مرة أخرى يختلف عن ما كان عليه في الأصل من حقه كذلك أنه يمارس طقوسة ما أقدر أمنع شيعي أنه يفتح حسينية ما أستطيع مو من حقي كيف هم مجموعة شيعي يفتحون حسيني يفتحون مجموعة صوفية يفتحون حضرة ما يسمعه على ما يسمعها يفتحون كذا حقهم كيف هم مجموعة سلفيين يبي يسوون حلقات ودروس علمية كيف هم حقهم مجموعة مسيحيين يبي يبشرون وكذا كيف هم حقهم كل واحد حقه في ممارسة طقوسة ودعوتها كذلك ما لم يضرب الآخرين يعني إذا وصل الضرر للآخرين أو أخل بالأدب العام يعني واحد واقف بنص الشارع في أكسفورد وقاعد يصرخ ويدعو الناس إلى الإسلام مثلا أو خمسين واحد واقفين صافين بيصلون الظهر في وسط شارع أكسفورد ولا أي شارع مثلا مزدحم آخر يعني لأ يعني هذا كلام خالف ما يصير خالف قانون خالف نفسنا الناس قاعد تتسوق هنا هذا شارع عطي الطريق حق يا أخي رح صل بالطرف منها تدور لك حديقة وصل فيها ولا مسجد شحقها بحديقة بعد شو جدام الناس بس هو داخل قرارة نفسي يعتقدن هذا نصرة للدين أصلا استسمع مشايق يقول لك انصر دينك صل جدام الناس خليم يتأثر واحد يدخل الإسلام همهم تغيير الناس طوال الوقت يعتقد بتغيير الناس طوال الوقت فما يحق لشخص أنه مثلا أوكي ما رس تقوسك بس بالمسجد صراحة ما تقدر تدخل كيف هو حر يعني أو مثلا رأيت منظر أنا مرة مجموعة من الشيعة وجايبين السيد وصراخ وصوت عالي وتذكير في يوم وفاة الحسين وبكاء يعني منظر صراحة مزعج في وسط لندن في كلا منظر يعني أنا ما يشون سامحين لهم صراحة سامحين لهذا السني بهذا الطريق وسمحين لهذا الشيعي بهذا الطريق ما يشون يا خمسجيين ما تسمحون لهم كده هم يعني مثل دول مشفقين يعني عليهم يقول لك يعني خلهم كله واحد يا معود يعني سكنهم مساكنهم باشر بعد ما يندر فخلنا نعطيهم يعني هم هذه الطقوس ممارساتها توقف بالشارع تطق بسكين ولا تضرب صدرك لنسواها بالحسينية كيف حره يا أخي أخي حره ويطق طبعا ما دي عن قضية تطق بسكين بس مثلا لو عمل هو راح وصرخ وعمل ولا عمل طقوس الخاصة فيه كيف هو حر مثل ما السنة كده يعملون نفس الطقوس هم يبكون ويصرخون ومعاك طبعا في القيام يسوونها كده وتأتي أوقات مشغل السماعات في منطقة تلقى فيها مثلا ثلاثمائة شخص منهم أمية وخمسين خادم ما يصلون ولا يصومون وصلا ولا هم مسلمين يعني وفي تقريبا منهم خمسين كبار السن وفي منهم خمسين أو سبعين أطفال صفين على العشرين وثلاثين اللي هم في المسجد أصلا ومع ذلك مشغل السماعة بصوت عالم الناس مقادرة نام الأطفال مقادرة ينامون المرضى من التأذين من زعجين فيمارس طقوسة بطريقة مؤذية للبشرية فأنت يا السني سكر سماعتك وصلب مسجدك واخشع وبكي وسو اللي تبي وانت يا الشيعي يقعد في حسينيتك وكيفك أنت وأنشد وغيره كيفك أنت حر بسيب الشارع هذه مخالفة في ذلك من حق أي إنسان ممارسة الطقوس ليس من حقه إنه يضر ويزعج الآخرين فإذن المسأة الثانية هي خيار الآخرين وينطبق عليها المحور الثالث وهو خيار الشعوب أن الشعوب كذلك يعني مثلا لو شعب اختار ودين الدولة هو الإسلام كيف هم صراحة محترم أنا ما نشاهد فيها إزعاج هذه المسألة يعني أقصد كمدني ما نشاهد فيها إزعاج فقال والله إن دين الدولة الإسلام خلاص أوكي دين الدولة الإسلام هذا لا يعني إنه سيهضم حق الآخرين إذا كانوا مو مسلمين ما هيهضم حقهم المتضرر الأكبر من هذه القوانين هم المسلمين لو صار مثلا حكم الردة الآن لو قالوا إنك أنت تسلم ولا جزية راحوا المسلمين راحوا خلاص بس ما هيبقى ولا مسلم على الأرض يعني إلا الناس اللي متخفين في دينهم صح يعني الغلب أمو للمسلمين اليوم فذلك لو مارس المتسلط هذه المسألة يعني بصراحة فإحنا اليوم مستفيدين من قوانين الغرب لأن السلطة بيدهم والقوانين منصفة وإلا لو كانت القوانين قوانيننا اللي حنا نؤمن فيها إحنا حنا اللي متأذين منها وذلك القوانين يتضرنا حنا ما تضر الآخرين فخيارات الشعوب أيضا هي حرة في اختيار كذا الدين لتبيه ولا كذا شريطة أيضا أنه ما تتناول بالضرر على الأقليات تبقى في الدولة المدنية الكل محفوظ حقه مسألة الأخيرة والمحوار الرابع فيها المسألة هي حرية البحث من حق الإنسان أنه يبحث تعطيه الفرصة في بناء قناعاته ومعتقدة وإلا هو في الحقيقة مبرمج من كذا السابقين في الإسلام وكانوا مش مبرمجين هم كانوا بحثوا ناقشوا سألوا فوصلوا إلى الفكرة فتبنوها فتأثرت حياتهم وتحسنت حياتهم وتحسنت حياة آخرين اليوم ليش هم المسلمين منافعين في البشرية ليش لأنهم هم مبرمجين ياريتهم بعدهم مبرمجين صح يعني أنت بعد لم سوي لك برنامج وبرنامج صح وفي نتائج وكي بس هم النتائج كلها غلط هم مستمرين يعني مستمرين يسوون النتائج الغلط مو مكتشفين حتى البق اللي موجود في البرنامج يعني مو مكتشفين الأخطاء اللي موجودة في البرمجة فمو معدلينها ومستمرين يحصلون على النتائج ولأوا بفخر يعني بكل اعتزاز وفخر هم مستمرين على النتائج غير الجيدة المسلمين في السابق ما كانوا كذا كانوا جوا إلى فكر وتحرروا ما قبلوا باللي قاعد يمارسون المتدينين من قريش وفرضهم للتدين على البشرية كلها وبدوا يغيرون شوي شوي من داخل السيستم وشوي شوي كذا لين راحوا وبعدين بكل سلام وكذا لن قبلهم أحد ويؤسسوا عندهم المجتمع مالهم وكذا وبعدين بدت الناس تتقبل فكرهم لأن استحبته اليوم الناس لا تستحب هذا الفكر الغاصب الملزم المجبر الناس على كذا اليوم البشرية كلها تتطور فاك من حق الشعوب في الخيار ومن حق الناس في البحث فحرية المعتقد تعطيك الحق في اختيار قناعاتك وانت تتحمل مسؤولية اذا انت اشتبت تقتنع فيه واشتبت تتحمل قناعات انت ستتحمل مسؤولية لها نتائج هذه فلها نتائج ولا ندخل في صلاحيات الاله صلاحيات الاله هو الحكم عن الناس يقول له understanding لا والله غير مسلم لا هذا ما في ذلك حرية المعتقد هي ان الشخص له الحرية في اختيار ما يريد الاخرين لهم الحرية في اختار ما يريدون والشعب له الحرية في الاختيار وكذلك حرية البحث بانك انت تقوم بطريقة مرضية حتى تصل للقناعات التي تود ان تصل لها سواء كان هذا المعتقد الديني او المعتقد الحياتي انا بوقف عند هذا الموضوع لأنه أيضا هو موضوع طويل بعض الشيء لكن هندخل فيه واحدة من الحريات المهمة وهي حرية الوقت تتابعها في لقائنا القادم بإذن الله عندما تتواجد أتلانتس في نفوسنا فإنها تتجلى فيما بعد في واقعنا حتى لو نصنع أتلانتس في كل الكون البيئات الصغيرة تصنع لنا العالم الذي نريده